اتباطات كلكم شايفين طبعا هذه الحفاوة والاستقبال الرائع جدا من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهو ممثل الدولة وزير الرياضة ممثل الدولة في هذا الاستقبال لأن الاهلي كان بيمثل مصر الاهلي مش بيلعب باسمه الاهلي بيمثل مصر بيمثل العرب بيمثل إفريقيا في مشاركة دولية تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا فبالتالي استقبال مميز بحضور كمان الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة ودكتور سعد الشربي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وكانت الحمد لله رحلة موفقة على جميع الأسعادة بالنسبة للنادي الأهلي هيتم دراسة الإيجابيات ويتم دراسة السلبيات ولو في أي سلبيات ممكن بقى إزاي تتغاضع عنها عشان الفترة الجاية الكل عنده يعني رغبة أن لون الميدالية يتغير الرب خلال الفترة اللي جاء لأن الأهلي بالتأكيد بيسعى أن يعمل إنجاز جديد ولولا الظروف اللي وجهها الأهلي في هذه البطولة كان ممكن يعمل أداء ومباريات زي ما حصل في مباراة الهلال السعودي البعض يقول لي تب هو الأهلي قدام الهلال السعودي ليه كان متفوق بهذا الشكل مع كامل احترامي لبطل السعودية في هذه المباراة لكن أنت شخصيتك وإمكانياتك وقدراتك واللعبة الدولية اللي خدت مساحة يومين ثلاثة راحة شوية قبل هذه المباراة الكل كان نازل عايز يعمل إنجاز لو كانت المساحة دي والتحضير ده قبل هذه البطولة كان الأهل هيقدر يتخطب المراس وكان يوصل نهائي كأس العالم للأندية وده اللي كان بيوعد به بيت سموسيماني مع الأهل خلال الفترة الأخيرة لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل أحرزنا البرونزية وأسعدنا الجماهير في كل مكان ولكن خطوة في مشوار طويل لسه مكملين عليه الفترة اللي جاية لأنه قدر الأهل دايما أنه يسعد جمهور طيب بعد ما خلصنا